مصرف البحرين المركزي ومتفق عليه مسبقا مع المقترضين وتأتي هذه الخطوة في إطار التعاون البناء والمستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وما جرى بحثه في الاجتماع الذي عقد مؤخرا بين مصرف البحرين المركزي ومجلس النواب بحضور وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وعدد من أصحاب السعادة النواب وذلك لبحث شكوى بعض المواطنين حول رفع أسعار الفائدة على بعض القروض العقارية وما سيترتب عليها من الالتزامات المالية الإضافية على المستفيدين من تلك القروض العقارية الخاصة